حالياتنا اليوم سنتعلم مع بعض عن أسهل طريقة تقدر من خلالها أن تسلق خلاطيش الحبر الموجودة بطرق بسيطة وسهلة جدا وعشان ما أطولش عليكم يلا بنتخل في الموضوع على طول فالمفروض دلوقتي أنا مركب الأحبار وهطبع التست كيف نطبع التست سنسبت صبعا على هذا الأسطوب تمام؟ مرة واحدة كده اهي صاحبت ورقة عادي جدا اهي التست طبعتنا بالطريقة ديت او زمان شايفين طبعتنا التست هوا بالطريقة دي الألوان ظهرت معنا بالكامل الأسود ما ظهرش معنا وعشان أوضح لك أكتر في موضوع التست دوت بتسبب صبعك على زر الأسطوب ده لحد ما لمبت الأعطال دي تنور مرة واحدة اللي هي لمبت بورتقول اللي هي ديت بتسبب طلب الطريقة دي كده او متنور مرة واحدة شل ايدك اول حاجة بتعملها بتجيب الخراطيش كده بالطريقة دي زمان شايفين كده وتجيب منديل عادي جدا منديل وبتبدأ انك تضغط على الحب وراء وبالمنديل بالطريقة دي كده تمام؟ زمان شايفين المنديل أبيض لا تطلعش ولا أي بصمة سودة وكذلك الألوان هاي بتبصمها بالطريقة دي كده او زمان شايفين طلعت أزرق وصفر المفروض تطلع لون الثالث اللي هو الأحمر معانا كده ان الأحبار دي ناشفته عايزة تسلك والخطوات دي بنعملها في حالة انك لا كانت طابع لفلترة بدون ما تستخدمها والفلترة دي بتبقى أكثر من شهر فأول حاجة انت بتجيب طبق كده بيكون عميق تمام؟ بيش مسطح يبقى عميق زمان شايفين كده وبتجيب تانية حاجة مادة اسمها جلانس تمام؟ المادة دي بتلمع او بتنضب الزجاج او الإزاز عميقا ده في منه مرقج كتير جدا وفي منه ألوان كتير جدا فأنا بفضل اللون الشفاف اللي قدامكم ده في منه أحمر، أغدر، أزرق، أصفر كل الألوان تفاعل واحد لكن انا بحب اللون الشفاف عشان بيوضح للأحبار تسلك التوالع وتبدأ تجيبه بالطريقة دي كده اهي كويس قوي كده ما تزودش عن كده وتبدأ تجيب الأحبار كده وتغطسها بالطريقة دي اهي كده وكذلك الألوان أهو تمام؟ وبتسببها في المادة دي من ساعة لساعتين وعلى حسب بردك، لو أنت لدينا فترة كبيرة قوي ممكن تقوم من يوم ليوم عندك فتعادوا بنا بعد ساعتين نعرف الموضوع وصل لي وبعد ساعتين بتبدأ تطلع كل حبارة من النوم كده تمام؟ وتجففها بالطريقة دي كده وتجففها كويس الحتة دي كويس جدا كده حتى اللي عليها نقط دي بتجففها كويس من المادة وتيجي هنا بتبصم كده بصمت تظهر خطي السود الخط الأسود معانا إن الحبارة تسلكت معنا بالطريقة دي كده وعلى فكرة ممكن أن هذا الخط يكون وهمي لو قمت بخطتك ويتقاط معك فالحبارة بايزة ويجب تتغير لكن طول ما طلعت الخطي ده بالنسبة 90 فتنمية ستشغل معك وكذلك تجيب الخرطوش الملونة وتبدأ تجففها من المادة بالطريقة دي كده عشان فقط الحتة دي هي التي تقرأ منها الحبارة اهي من جاففة جيدة وتأتي من هنا من تحت وتبدأ تحط عليها المنديل في هذه الطريقة كما ترون اللون الأحمر ظهر في النص والأزرق والأصفر وأهم خطوة لا تظهرون من المادة نهائيا غير لما يظهر لك البصمات التي وضحتها لكم من قليل وتبدأ تركب الأحبار عادي جدا في مكان الأحبار في مكان الداخل بجوة وبعد ركبنا الأحبار سنعمل تست عادي جدا تمام؟ شويل إيدك ونرى الورقة ستبقى لها ونقوم بتشكي كيف البلاك السيان المجندة اليلو تبعت لنا بجودة ممتازة جدا افرد دلوقتي البرينتر تبعت لنا بجودة غير دي كده خالص يعني مثلا الأصفر مش موجود أو مقطع أو الأحمر بيقطع برضو أو الأزرق أو الأسود في الحلقة دي لازل تغير الأحبار وتشري أحبار جديدة مفيش حل تاني غير كده وبكده انتهينا من موضوع حلقتنا اليهاردة أتمنى أن أتعجبكم أتمنى الموضوع يكون لعجبكم ننتظر أي سفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم أحمد السايب من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر